للتشيع عبر التأريخ جناحان في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل للتشيع جناحان هما العراق وإيران اقرأوا التأريخ وتدبروا في الحاضر إذا ما كان للتشيع من حركة حقيقية على أرض الواقع منذ بداياته وإلى يومنا هذا فإن تلك الحركة تظهر واضحة في هذين القطرين في هذين البلدين في العراق وفي إيران بقية الشيعة في العالم حتى لو كان عددهم أكثر من الشيعة العراقيين والإيرانيين فإنهم يكونون تبعا لشيعة العراق وإيران هذه حقيقة 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 كانت في الماضي ولا زالت في الحاضر وستبقى في المستقبل هناك أسباب هناك حقائق تأريخية هناك مفردات في التكوين الشيعي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعراق وإيران لقد امتزج التشيع منذ بداياته امتزاجا بتكوين عراقي وامتزاجا بتكوين إيراني عبر المراحل التي نشأ فيها التشيع في إيران قطعا التشيع في إيران نشأ بعد أن نمى وكبر التشيع في العراق أنا أنا لا أريد أن أخوض في التاريخ أخوض لكنني أردت أن وضح مقصودي من أن التشيع له جناحان مر مر الكلام في جناحه الإيراني وتذكر ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن المشرقيين الذين قتلاهم شهداء والذين سيدفعونها إلى صاحبكم أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ماذا تقولون أنتم هل أدركنا هذا الذي يتحدث عنه باقر العلوم بالنسبة لي أقول لكم نعم لقد أدركنا هذا هو فهمي ولا أفرضه على أحد وهذا الفهم لم يأتي من فراغ قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا لكن ني هكذا أفكر وهكذا أعتقد الحقائق ترغمني على ذلك القضية ليست مزاجية وليست اختيارية وليس هناك من بدائل حتى أختار البديل الثاني وبعد ذلك أعرض عنه كي أذهب إلى البديل الرابع مثلا الحقائق هي التي ترغمني على ذلك وطول البحث وكثرة التدقيق والتشقيق كل ذلك يقودني إلى هذه النتيجة على أي حال أذكركم ماذا قال باقر العلو صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي نقله لنا أبو خالد الكابلي وقرأته عليكم من غيبة شيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة أنا أتعمد في ذكر سنوات وفاة هؤلاء العلماء كي تعرفوا قدم كتبهم وكي تعرفوا قدم تأريخهم لهذا السبب أنا أصر على ذكر سنوات وفاة هؤلاء العلماء هكذا قال باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه أما إني لو أدركت ذلك لو أدركت المشرقيين الذين مرت أوصافهم أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر صلوات على باقر العلوم وصلوات على صاحب هذا الأمر وصلوات تترى على محمد وآل محمد مع كل نفس من أنفاسنا مع كل حركة من حركاتنا مع كل صباح نتوقع فيه ظهور إمام زماننا ومع كل مساء كذلك سأنتقل من الجناح الإيراني إلى الجناح العراقي كما قلت لكم هما جناحان للتشيع الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 287 الحديث التاسع نقله عن العيون عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أمير المؤمنين يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين الحسين في زمان الأمير لم يكن قد قتل وليس هناك من قبر في ذلك الوقت إنها صحراء كربلاء إنها رمال الغاضريات كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين هذا إخبار عن قتل الحسين وإخبار عن قبره الشريف وإخبار عن مدينة كربلاء كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين الحسين إلى الآن لم يقتل إلى الآن أتحدث عن زمان الرواية عن زمان أمير المؤمنين إلى الآن لم يقتل وليس هناك من قبر وليس هناك من كربلاء لكن الأميرة يحدثنا يحدثنا عن مقتل الحسين هنا وعن قبر عظيم مطهر لسيد الشهداء يحدثنا عن مدينة كربلاء عن مدينة عامرة بالقصور مدينة كربلاء ما كانت عامرة بالقصور عبر تأريخها مثل ما في أيامنا هذه سيد الأوصياء يحدثنا عن هذه الأيام يحدثنا عن زماننا هذا فلم يمر في تأريخ كربلاء أن أحاطت القصور والأسواق بقبر الحسين الأمير يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل المحامل وسائل النقل في زمان الأمير وهي وسائل نقل كانت في ذلك الزمان كانت مريحة إنها المحامل التي تركب على ظهور النياق يركبها الأثرياء يركبها الموسرون الذين تتوفر الأموال الكثيرة لديهم والناس تركب كرائم نسائها فيها بالنتيجة المحامل المحامل هي وسائل نقل تكون مسقفة ومحاطة بالستائر هذه هي المحامل إنها الهوادج هناك هوادج صغيرة وهناك هوادج كبيرة الهوادج الكبيرة يقال لها المحامل وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين الكوفة النجف زوار النجف زوار الكوفة يتوجهون بالسيارات إلى كربلاء كأني بالقصور كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل إنها السيارات لأنه يتحدث عن الزمن الذي شيدت القصور حول قبر الحسين إنه زماننا والمحامل سياراتنا وهذه القصور الفنادق الحديثة البيوت العامرة البنايات الجديدة كأني كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من العافاق يا حسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه إلى قبره من الآفاق هذا كلام أمير المؤمنين والحسين لم يقتل بعد ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك متى يا أمير المؤمنين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان انقطع ملك بني مروان سنة 2003 ميلادي انقطع بزوال النظام الصدامي البعثي المجرم انقطع ملك بني مروان وشيدت القصور والفنادق رجاء أعرض لنا فيديو كربلا الآن احنا غير احسيا ما عدنا وسيلة والذنوب هو عش كفت تفجيلة وغدا وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آرأنا فيه جميعا تفجيلة وغدا وغدا يبدو وغدا وَرَضًا يَبْجُلًا أَسَدًا مَنِيعًا هَذِهِ آرَهُ نَعْتِيهِ جَمِيعًا يا أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك سلام على كربلاء سلام على ساكن كربلاء سلام على حسين وآل حسين ورحمة الله وبركاته أعيد قراءة النص العلوي أمير المؤمنين يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين هذا التشيد في قبر الحسين وحول قبر الحسين لم يكن موجوداً قبل ألفين وثلاثة كربلاء تبدلت تغيرت وتغيرت كثيراً بعد ألفين وثلاثة كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق إن كان ذلك في زيارة الأربعين أو في سائر الأيام الحسين يسار إليه من الآفاق على طول السنة لكن سير الزوار على الأقدام في الأربعين إن له شأن آخر ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق متى يا أمير الأمراء يا من ترى الأشياء على حقائقها إنك ترى كل شيء أمام عينيك بين يديك وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذا النص جاء مروياً عن أمير المؤمنين الحسين لم يقتل بعد نص آخر عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه والذي حدثنا به أيضاً إمامنا الرضا هناك حكمة حكمة واضحة مرة إمامنا الرضا يحدثنا عن أمير المؤمنين كما قرأت عليكم النص من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار نقله عن عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ومرة أخرى يحدثنا إمامنا الرضا عن جده السجاد فهذا الحديث بعد مقتل الحسين الحديث السابق قبل مقتل الحسين أيام أمير المؤمنين هذا الحديث بعد مقتل الحسين ويغلب على الظن فإن الإمام السجادة قال هذه الكلمات بعد رجوعه من الشام حينما وصل إلى كربلاء في العشرين من صفر في زيارة الأربعين كانت كربلاء رمالاً وكانت القبور أثاراً ليس إلا والإمام وجد مجالاً للحديث فقال ما قال الحديث هذا نقله المجلس عن الصحيفة الرضاوية الصحيفة الرضاوية مختصر حديثي يعود تأريخه إلى زمن إمامنا الرضا إذا كان المجلس نقل الحديثة في الجزء الحادي والأربعين عن عيون أخبار الرضا مؤلفه الصدوق الصدوق توفي سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة في بدايات الغيبة الكبرى الصحيفة الرضاوية هذا المتن الحديثي هذا مكتوب زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على أي حال عن إمامنا الرضا عن آبائه عن زين العباد عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا السجاد يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق في النص الذي قرأته عليكم عن أمير المؤمنين النص لم يشر إلى الأسواق وإنما تحدث عن القصور وعن المحامل هذا النص تحدث عن الأسواق لكنه لم يشر إلى المحامل هذا النص يكمل ذلك النص كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره التعابير دقيقة حفت صارت قريبة وفعلا الأسواق أقرب إلى الحسين في أيامنا من القصور البيوت أبعد أبعد بيوت السكن أبعد عن الحرم الحسيني بينما الأسواق أقرب إلى الحرم الحسيني كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين يعني في أرض كربلاء وكأني بالأسواق قد حفت صارت قريبة قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وقد سار الناس إليه من الآفاق كما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وذلك عند انقطاع ملك بني مروان مثل ما حدثنا إمامنا الرضا عن أمير المؤمنين رجاء أعرض لنا فيديو رواية السجاد صلوات الله وسلامه عليه رواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه رواية عن إمامنا السجاد ماذا يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية يسار إليه من الآفاق من الآفاق يعني من مختلف الأسقاع والأمكنة يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني الفترة الأموية المروانية الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية وتأتي بعدها الفترة العباسية وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي يسار إليه من الآفاق يسار إلى الحسين متى كانت هذه الحالة في السابق ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني مروان في العراق وصارت الناس من الآفاق إلى الحسين ونحن بانتظار البقية وذلك عند انقطاع ملك بني مروان أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة طبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الأولى صفحة ميتين واحد وسبعين إنه الحديث الرابع والعشرون وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة لكنني أجده مناسبا لما أحدثكم عنه الآن إمامنا السجاد هكذا قال لنا وذلك عند انقطاع ملك بني مروان إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أي استولى وقد صعد العباسي في بغداد هؤلاء هم العباسيون الذين يحكمون العراق لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك بدرجة مئة بالمئة وأقول هذا الكلام من باب الاحتراف الإعلامي وإلا من الجهة الوجدانية فهؤلاء هم العباسيون على الأقل من وجهة نظر الشخصية التي لا أفرضها على أحد إذا صعد العباسي إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس أدرج وربما أدرج أدرج أي تحرك وسارة ونمى وربما أدرج وربما أدرج النتيجة واحدة أدرج بدأ يطوي أيامه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان كيف يصعد العباسي عند عند انقطاع ملك بني مروان وإلا كيف يصعد العباسي أعواد منبر المرواني كيف يجلس على عروشه إذا صعد العباسي إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس بدأ يأكل أيامه وهذا شيء طبيعي ما كلنا نأكل أيامنا كل يوم يمر في حياتنا هو قرض لشيء من أعمارنا إننا نقرض أعمارنا قرضا ما من يوم ينقض إلا وانقضى جزء من أعمارنا إلا وانقضى جزء من رأس مالنا أليس العمر رأس مال للإنسان هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله من أن أعمارنا هي رؤوس أموالنا في هذه الدنيا كل من قضى يوم من أيامنا إن قضى جزء من أعمارنا أنفقنا جزءا من رأس مالنا أين أنفقنا ولذا يقولون لنا دائما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أين أنفقنا رؤوس أموالنا الدنيا سوق الدنيا سوق الدنيا سوق الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم هذا واخع الدنيا هذا واخع الدنيا والعمر رأس المال علمنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا علمنا دنيا الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس المالي فتشت عن كل بنوك الدنيا لماذا؟ كي أودع أموالي فتشت عن كل بنوك الدنيا كي أودع أموالي كي أودع أموالي واخترت 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 هذا البنك أي بنك واخترت هذا البنك بنك علي آل علي عز الأخياري عز الأبراري وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر كل العمر لهذا البنك وكتبت للبنك تخويلا رجال الأعمال يعرفون معنى كتابة التخويل للبنك وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وأصل المالي كل العمر لهذا البنك بنك علي آل علي عز الأبراري إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرجة أو أدرجة ملك بني العباس الإمام الصادق يقول قال لي أبي إنه الباقر صلوات الله عليه لا بد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وَأَلْبِدُ مَا أَلْبَدْنَا فَإِذَا تَحَرَّكَ مُتَحَرِّكُنَا فَاسْعَوْ إِلَيْهِ وَلَوْ حَبْوًا مَرَّ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلَيْنَا كل هذه التفاصيل إلى أين تقود؟ والله والله الإمام الباقر يقول وإمامنا الصادق يحدثنا عنه والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد التفاصيل كلها تقول إنه على الأبواب متى يحدث هذا؟ بالتسلسل الوقائع والبداية من صعود العباسي على أعواد منبر مروان حينما سقط الحكم المرواني الأول هل صعد العباسي على منبر آل مروان في دمشق؟ العاصمة لم تكن في دمشق كانت في بغداد العباسي صعد على أعواد المنابر في بغداد لم تكن دمشق عاصمة حكم العباسي لكن المروانيين في زماننا كانوا في بغداد وجاء العباسيون وصعدوا على منبرهم في بغداد هناك دقة في التعابير عودوا إلى الماضي العباسي حين أسقط المروانيين وآخر مرواني وآخر مرواني كان الذي يُعرف بمروان الحمار هذا هو آخر خليفة مرواني أموي في الشام فر من الشام وأدركه العباسيون وقتلوه وانطوى حكم المروانيين لكنهم لم يتخذوا دمشق عاصمة لهم هذا المعنى من أنهم صعدوا أعواد منابرهم لم يتحقق فعليا في دمشق وإنما صعدوا أعواد المنابر في بغداد العاصمة بغداد فأعواد المنبر تشير إلى العاصمة إلى مقر الحكم المروانيون في زماننا إنهم البعثيون إنهم العفلقيون ولا تنسوا فإن عفلق جاءنا من سوريا من هناك هناك دقة في التعابير العين الرابعة هي عين عفلق وعين عفلق جاءتنا من الشام فعفلق سوري شامي شامي جاءت هذه العين المروانية وحكمت بغداد وانقضت مدتها انتهت مدتها سنة 2003 فصعد العباسيون على أعواد من برهم وها هم العباسيون في بغداد على أعواد من برعال مروان اجمعوا بين هذه الحقائق ماذا قال إمامنا السجاد كأني كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني كأني بالأسواق قد حفت حول قبره ما هذه هي أيامها فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وقد ساروا إليه من الآفاق ولا زالوا يسيرون إليه من الآفاق وذلك وذلك عند انقطاع ملك بني مروان فلما انقطع ملك بني مروان الذي قطع ملكهم جورج بوش فجاء العباسيون وصعدوا على أعواد منبر آل مروان في بغداد العباسيون في المرة الأولى ما صعدوا على أعواد منبر آل مروان في دمشق ولا في بغداد لأن آل مروان لم يكنوا في بغداد آنذاك هم الذين أسسوا بغداد ولا اتخذوا دمشق عاصمة له وإنما العباسيون وإنما العباسيون صعدوا على أعواد منابر آل مروان الذين هم العفالقة في بغداد أعتقد أن النسيج متكامل جدا إنني أرسم لكم لوحة متكاملة بمهارة بمهارة هذه المهارة ليست مني إنها مهارة الأئمة هم سموار أنا أجمع لكم الأجزاء فقط أنا جامع للأجزاء فقط الذين رسموا اللوحة بهذه الدقة المتناهية هم صلوات الله عليه هذه كلمات الصادق والله إمامنا الباقر مثل ما يحدثنا الصادق صلوات الله عليهما والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام إنه الحجة بن الحسن يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد لوحة كاملة صورة واضحة هل تريدون أكثر من ذلك نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناء لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى الله عليه وآله وسلم ها هم العباسيون قد صعدوا على أعواد منبر آل مروان وقد انقطع ملك بني مروان مثلما أخبرنا أمير المؤمنين وأخبرنا إمامنا السجاد صلوات الله عليهم أخبرونا من أن ذلك يكون حينما تشيد القصور حول قبر الحسين وحينما تتحرك المحامل من الكوفة إلى كربلاء وحينما تحف الأسواق بقبر الحسين وحينما يسار إليه من الآفاق كل ذلك سيتحقق متى؟ عند انقطاع ملك بني مروان وأين سيكون الانقطاع لملك بني مروان في العراق فلن يكون انقطاعا لملكهم في دمشق فما علاقة دمشق في زماننا بكربلاء إنه انقطاع لملكهم في بغداد النظام العفلقي جاءنا عبر عفلق من الشام من بلاد آل مروان فهذه العين الرابعة عين مروانية عين عفلق ها هم العباسيون قد صعدوا على أعواد منبر آل مروان كل ذلك في بغداد وليس في دمشق فما الذي جرى وما الذي يجري وما هو الواقع على الأرض أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول إنها الطبعة السادسة ألف أربعمية وثمانية وثلاثين هجري قمري دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمية وثمانين إنه باب في الغيبة الحديث الحادي عشر بسنده عن المفضل ابن عمار قال كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه وعنده في البيت أناس وعنده في البيت في الحجرة التي كان جالسا فيها يعبر عن الحجرة بالبيت هذا هو الشائع في ذلك الزمان وهو الشائع في التعابير في الأحاديث الشريفة المراد من البيت في الأعم الأغلب الحجرة الغرفة الغرفة كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه هكذا يقول المفضل وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري بما تحدث به باعتبار أن المفضل من الخواص هكذا ظن المفضل من أن الإمام حينما كان يتكلم في هذا الموضوع كان يقصد أولئك الذين كانوا جلوسا معه وما كان قاصدا المفضل لكن الأمر لم يكن كذلك كان الكلام موجها للجميع وبالدرجة الأولى كان موجها للمفضل كنت عند أبي عبد الله عند الصادق وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري فقال أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولا يخملن هذا لا يخملن ذكره يصبح ذكره خاملا الحديث عن الشيعة الكلام ليس موجها لغير الشيعة غير الشيعة لا علاقة لهم بهذا الموضوع أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر فصاحب هذا الأمر ما غاب عن غير الشيعة لأن غير الشيعة لا علاقة لهم به أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر ولا يخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر السفينة تتكفؤ في أمواج البحر أن يصعد أعلاها أعلاها وبعد ذلك يصعد مؤخرها أن تتكفؤ يمينا حتى تكاد أن تنقلب في البحر ثم بعد ذلك تميل السفينة حتى تكاد من جهة يسارها أن تنقلب في البحر هذا هو تكفؤ السفينة من جميع جهاتها ولتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه من هم هؤلاء هؤلاء الذين لا هم من مراجع الشيعة فأكثر مراجع الشيعة قد نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك أما حال المراجع الآن فهو أسوأ إذا كان في سنة 410 أكثر مراجع الشيعة خونا في زماننا هذا كل مراجع الشيعة خونا لأنهم على منهج واحد جئني بمرجع يخالف منهج حوزة الطوسي الجميع في النجف، في كربلاء، في قم، في مشت الجميع على منهج الطوسي ومنهج الطوسي هو هذا المنهج الذي يتحدث عنه صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد حين يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة بالضبط وهذا الذي فعله الطوسي ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الطوسي كان موجودا في حوزة المفيد وكان مخاطبا بهذا الخطاب أيضا الطوسي هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام بدرجة مئة بالمئة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعان ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مراجع النجف مراجع كربلة من أولهم إلى آخرهم ينطبق هذا الكلام عليهم هذا الكلام لا أقوله كردة فعل وحق الزهراء البتولي هذا الكلام أقوله عن تدقيق عميق وعن تحقيق وثيق وعن نبش في الحقائق وعن متابعة في كل ما كتبوا وكل ما درسوا وعن خبرة ودراية بأحوالهم وأمورهم وشؤونهم هذا الكلام لا أقوله كردة فعلين هذا الكلام ليس للإعلام وليس للاستهلاك المحلي هذه حقائق وقد أثبتها لكم بمئات ومئات ومئات من الساعات كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية وتبث عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد والدقائق لا أقول لكم صدقوا كلامي أقول لكم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فتأكدوا من ذلك بأنفسكم لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه هذا الكلام لا ينطبق على مراجع الشيعة وبالتالي هو لا ينطبق على أتباعهم من هنا دائما أقول هناك تشيعان هناك تشيع للحجة ابن الحسن نظري هذا لا وجود له على أرض الواقع الشيعي وهناك تشيع للمراجع المرجئة البترية الطوسيين إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين نقضوا بيعة الغدير ونبذوا العهود والمواثيق وغدروا ببيعة الغديرين بالغدير العلوي وبالغدير المهدوي هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء فليس لهم من نجاة الإمام الصادق هو الذي يقول لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذه المواصفات لا تنطبق على الذين خاطبهم صاحب الأمر مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه الأوصاف لا تنطبق على أولئك الذين قال عنهم إمامنا الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هذه الأوصاف لا تنطبق على هؤلاء وبالتالي هي لا تنطبق على مقلديهم وعلى أتباعهم مثل ما قال إمامنا الصادق ضلوا وأضلوا الشيعة المفضل يقول كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري ولم يقصدني في هذا الكلام لكن الحقيقة تبينت بعد ذلك من أن المقصود بالدرجة الأولى هو المفضل لماذا؟ لأن المفضل عراقي الحديث يجري في المدينة هذا في دار الإمام الصادق في حجرة من حجر داره الإمام كان في المدينة المفضل عراقي أن المفضل كوفي والإمام يوجه حديثه لمن يوجه حديثه؟ لشيعة العراقي حينما يقول الإمام أما والله لا يغيبن عنكم صاحب هذا الأمر الغيبة وقعت في العراق والإمام غاب عن الشيعة في العراق والشيعة مركزهم كان في العراق المفضل هكذا يقول كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري فقال الإمام الصادق أما والله لا يغيبن عنكم صاحب هذا الأمر و لا يخملن هذا لا يخملن ذكره حتى يقال مات هذا البعض هكذا يقولون هلك في أي واد سلك و لتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر يا أيها الشيعة لا ينجو لا ينجو من هذا التكفؤ في الضلال من الذي كفأ سفينتنا هؤلاء هم المراجع المرجئة بحثا عن ضلال النواصل فمرة يذهبون إلى الأشاعر وأخرى إلى المعتزلة وأخرى إلى الشوافع وأخرى إلى الأحناف وأخرى إلى الصوفيين وأخرى إلى القطبيين يذهبون في كل الاتجاهات لكنهم لا يذهبون إلى العترة الطاهرة هذا هو الذي فعله مراجع النجاة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كانوا على منهج العترة وكانوا بعيدين عن الأشاعرة والمعتزلة عن الشوافع والأحناف عن الصوفيين وغيرهم فجاء مراجع الشيعة في الغيبة الكبرى فذهبوا يبحثون في كل مزبلة ولا يبحثون في فناء العترة الطاهرة ومن هنا فهم أجهل الناس بثقافة العترة وهم أكثر الناس تلوثا بقذارات النواصل من أيديهم من أيديهم الإمام يقول لهم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كان بعيدا عن المزابل السلف الصالح كان يتنعم برياضي وخمائلي تقافة العترة أما هؤلاء المراجع ذهبوا يبحثون في المراحيط ذهبوا يبحثون في كل كنيف قدر يأكلون ويشربون من خرء هذا الكنيف أو من وساخة ونجاسة ذلك الكنيف وهكذا فعلوا بالشيعة من أتباعهم الدليل تفاسيرهم الدليل منابرهم الدليل فضائياتهم الدليل رسائلهم العملية الدليل فتاواهم لو لم تكن عقول هؤلاء المراجع قد ملئت غائطا ولو لم تكن قلوبهم قد ملئت قذرا هل كانوا يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة ماذا تقولون أنتم لأن عقولهم قد ملئت خرأا ولأن قلوبهم قد ملئت قذرا فكانت هذه النتائج وإلا أية قذارة هذه ذكر علي يبطل الصلاة أية قذارة هذه وأية نجاسة هذه إنها نجاسة عقولهم وقذارة قلوبهم هؤلاء قمامة ونجاسة بتمام معنى الكلمة الوعاء ينضح بما فيه هذا هو الذي نضح من عقولهم وقلوبهم أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة هذه هي القذارة والنجاسة بعينها هكذا تكفأت سفينة التشيع بسببهم ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذا هو الناجي الهالكون من المراجع وأتباعهم الأحزاب الشيعية الإمام يقول ولترفعنا والإمام هنا استعمل لام التوكيد في بداية الفعل واستعمل نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين للتوكيد كي يؤكد من أن الأمر هذا سيقع ولترفعنا إثنتا عشرة راية في العراق في الكوفة ولترفعنا إثنتا عشرة راية مشتبهة يختلط فيها الحق والباطل الراية المشتبهة هي الراية التي يمتزج فيها الحق والباطل ولترفعنا إثنتا عشرة راية مشتبهة قطعا أولها راية السيستاني لأنها هي الراية الأقوى وتتبعها سائر الرايات الأخرى ولترفعنا إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أهي لا يدرى أي من أهي كل هذه الرايات رايات ضلال المفضل يقول قال فبكيت المفضل عارف القضية الخطاب موجه لشيعة العراق وموجه للمفضل كي يوصل هذا الأمر إليهم لأن المفضل كان عالم الشيعة في الكوفة المفضل يقول فبكيت فقال إمامنا الصادق ما يبكيك يا أبا عبد الله إنها كنية المفضل المفضل له كنيتان يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أين يعني لا توجد راية شيعية واحدة مهتدية هذا هو المعنى لا توجد راية شيعية واحدة في العراق مهتدية ولذا المفضل أخذ يبكي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال المفضل وفي مجلسه كوة الكوة نافذة نافذة صغيرة تكون في أعلى الجدار وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه يشير إلى الشمس إلى ضوء الشمس الداخل من هذه الكوة فقال أبينة هذه الشمس بين فقلت نعم فقال أمرنا أبين من هذه الشمس يمكنك أن تصل إلينا ولكن ليس هناك من راية عندنا الرايات رايات ضلال الإمام هكذا يقول فإذا كنتم من أتباع راية من الرايات فأنتم على ضلال ابتعدوا عن الرايات ابتعدوا عن الرايات هذه الرايات إنما فسح لها المجال في الزمن العباسي هذه رايات عباسية قبل ألفين وثلاثة هل هناك من راية شيعية في العراق الإمام يتحدث عن رايات شيعية ولذا يصفها بأنها مشتبهة إذا كانت من رايات النواصب هل هي مشتبهة ما هي معروفة لدينا الرايات المشتبهة الرايات الشيعية التي يختلط فيها الحق بالباطل الواقع الشيعي الموجود لا تكون مع راية من الرايات الرايات كلها رايات ضلال هناك جهة ما هي بصاحبة راية هذه الجهة ابحثوا عنها إنها الجهة التي يتضح فيها أمر أهل البيت فقال أبينة هذه الإمام يشير إلى الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس يحمل قوة برهانه في ذاته الحقائق تحمل قيمتها في نفسها منطق العترة ومنهج العترة يحمل قيمته في نفسه لا يحتاج إلى رايات ولا يحتاج إلى ميليشيات ولا يحتاج إلى أحزاب ولا يحتاج إلى أكاذيب الأعلم والأعدل وهذا الضراط الذي ضحك به علينا كثيرا منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وقت الحلقة صار طويلا هذه الرواية سأعود إليها يوم غد بحاجة إلى تفصيل في القول إذن نحن في الزمن العباسي ونحن في زمان قريب من ظهور السفياني ونحن في زمن قريب من ظهور إمام زماننا ورايات الضلال قد ارتفعت في العراق وهناك جهة مضمونة أمر أهل البيت فيها أبين من الشمس ما هي من تلك الرايات فابحثوا عنها بأنفسكم احترموا عقولكم الحكاية خطيرة خطيرة جدا الزمان هذا زمان عزيز زمان خطير لكثرة الضلال فيه وزمان عظيم لأن أمرهم أبين من الشمس يمكننا أن نصل إليه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ونحن نبحث عن أمرهم الذي هو أبين من الشمس أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله موسيقى